الحقيقة أن أخطاء التربية يعني المصطلح ده موجود فعلا فيه حاجة اسمها أخطاء التربية التربية عملية يعني عملية تقبل الخطأ وتقبل الصواب وفيه كتير قوي بيفتكروا أنها يعني عملية كده بتمشي لوحدها والحقيقة أن فيها أخطاء تربية فيها أخطاء كتير وفيه منها اللي كلنا عارفين أنها غلط يعني زي مثلا الضرب وزي الإهانة اللفظية وزي التمادي أو المغلاف العقاب كل دي على فكرة أخطاء في التربية وزي عارفين إيه كمان تحميل الطفل فوق طاقته وغيرها وغيرها من الأخطاء اللي احنا مش متصورين أصلا أو على الأقل قطاع مننا مش متصورين أنها أخطاء يعني فيه نوع تاني كمان من الأخطاء زي مثلا كبت الطفل المشاعر ونحنا نخلي الطفل يجبت مشاعره المختلفة ما يعبرش عنها بما في ذلك مشاعر الغضب على فكرة ومنعه من التعبير عن أي نوع من أنواع المشاعر اللي احنا مش راضين عنها أو إن احنا مثلا نتسبب في اهتزاز شخصية الطفل بحرمانه من أبسط حقوق الاختيار في الأكل في اللبس وهكذا كل دي من أخطاء التربية أقول لكم كمان حتى الإفراط في الاهتمام بالطفل إننا يعني ندلعه زيادة مثلا دي برضو من أخطاء التربية والحقيقة وبحسب الدراسات النفسية وأنا بالتلوقتي بجاوب على الأسئلة بتاع التقرير بالدور يعني فيه أخطاء تربية قدينة سمعنا آه وفيه أخطاء عارفين إنها أخطاء وفيه أخطاء مش متصورين إنها أخطاء زي ما سمعتوا كده الدراسات النفسية بتقول إن نسبة الناس اللي بيمرسوا نفس أساليب التربية أو أساليب تربية شبه اللي هم تربوا بيها نسبة كبيرة جدا هتفاجئوا دلوقتي بالنسبة حتى لو ادعى ناس كتير قوي غير كده يعني فيه ناس يقولوا لا طبعا إحنا بنربي أولادنا بقى بطريعة مختلفة وبتاع لكن الحقيقة نسبة الناس اللي بيربوا أولادهم بطريقة تكاد تكون ممثلة للطريقة اللي هم تربوا بيها بتوصل لأكتر من سبعين في المية مش بس كده الأغرب من كده إن فيه آباء وأمهات كتير قوي بيكونوا وعيين تماما لبعض الأخطاء اللي كانت بتتعمل معاهم وهم صغيرين يعني لما الأباء والأمهات دول كانوا صغيرين وكانت بتضايقهم جدا ومع ذلك لما الزمن عدى وهم بقى بقوا أباء وأمهات هم نفسهم بقوا يرجعوا ويكرروا نفس الأخطاء دي تاني بحيجة كتيرة قوي زي مثلا كلمة شهيرة كده هقول لكم مثل يعني كلكوا دلوقتي هتكونوا بتقولوا وبتتحكوا اللي هو كلمة إيه ما كلنا اتضربنا وإحنا صغيرين يعني وما حصل لناش حاج ما هو مين قال إن ما حصل لناش حاج مين قال إن اللي اتضرب هو صغير ما حصل لناش حاج لا حصل له حصل له حاجات كتيرة في الدراسة وفي طريقته في الحياة وفي طريقته في اتخاذ القرارات وطريقته في التعامل مع المشكلات اللي بيواجهها وحتى في الاختيارات اللي حواليه لازم يا جماعة نكون مقتنعين إن أساس عملية التربية مش بس في إطاعة الأوامر خلوا بالكوا قوي لأن في ناس ملخصين التربية في إنه بلادنا يسمعوا الكلام لا ما هو الكلام ده اللي هو يعني الأوامر اللي هو ما تعملش ويعملوا كده لا التربية مش بس إطاعة أوامر لكن هي عبارة عن زرع المفاهيم والقيم الحقيقية في نفوس أطفالنا القيم الحقيقية وجوهر عملية التربية النكحة بيقوم على مبادئ التجربة المحسوبة والخطأ والتصحيح ترجمة نانسي قنقر